اشتركوا في القناة في القناة وحين يبدأ من الساعة 10 ظهرا إلى 9 ليلا بتوقيت الكويت بمشاركات خليجية متميزة من المخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال والإعلاميين تفوق 360 خبيرا وبينت دكتور المبارك أن المؤتمر يأتي بالتزامن مع الاحتفالات العالمية للإبتكار وريادة الأعمال وتكمن أهميته في ترسيخ الاقتصاد القائم على الرقمنة وارتباطه برفع المؤشرات التنافسية العالمية التي يقاس بها تطور الدول لتكون في مصاف الدول العالمية اضافة إلى القيمة المضافة لمخرجات مراكز الاقتكار كاستثمار طويل الأجل والمحرك للنمو الاقتصادي المحلي والعالمي وقالت أن المؤتمر ينقسم إلى أربعة أجزاء رئيسية أولا حفل الافتتاح الذي يشارك فيه الوزراء والشيوخ الشخصيات القيادية والدبلوماسيون على مدار الثلاثة أيام ثانيا محاضرات المؤتمر التي يقدمها الخبراء والممارسون ورسم السياسات العليا في جميع الدول الخليجية ثالثا مناقشات الدائرة المستديرة وهي تضم الحوار المفتوح بين المتحدثين لطرح توصياتهم المستقبلية رابعا مسابقة المؤتمر التي تحتوي على مكافأة مالية قيمة تهدف إلى تعزيز مناخ الابتكار وريادة الأعمال لجميع المشاركين الخليجيين وتركز محاور المؤتمر على برامج الاقتصاد الرقمي مثل برامج الابتكار وريادة الأعمال وبرامج نقل وتسويق التكنولوجيا وبرامج مسرعة وحاضنات الأعمال التي تهدف إلى ستة إهداف رئيسية وهي واحد تنويع الاقتصادي الشامل اثنان استحداث قطاعات جديدة ثلاث نقل وتسويق التكنولوجيات الجديدة أربع زيادة ونمو عدد الشركات الجديدة خمس خلق فرص عمل مستدامة ستة تعزيز دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية يبدأ فعاليات حفل افتتاح المؤتمر بعدد ستة وثلاثون من كبار الشخصيات من الشيوخ والوزراء والقياديين المحليين والخليجيين على مدار ثلاثة أيام يشارك من الكويت الأستاذ مشعل السبيعي نائب المدير العام قطاع تنمية الشباب من الهيئة العامة للشباب ودكتور موضي الحمود وزيرة التربية سابقا وأنس ميرزا الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا والشيخة الدكتورة رقية الصباح الأستاذة في ويت ودكتور محمد زنيل نائب مدير الجامعة للتخطيط ويوسف المرزوق رئيس جريدة الإنباء ووليد المنصف رئيس جريدة القبس ووليد الخشة الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات لشركة زين ومن المملكة العربية السعودية لاميرة دعاء بنت محمد رائدة العمل المجتمعي ومصعب الفضالة مدير إدارة الموهبة وبراءات الاختراع من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن دولة قطر الشيخ الدكتور ثاني الثاني رئيس مركز قطر للتحكيم الدولي ومن دولة الإمارات العربية المتحدة حسين المحمودي مدير عم مركز الشارقه للابتكار والتكنولوجيا ودكتور عبد الله الحمادي مدير الابتكار استراتيجيات المستقبل إضافة إلى مشاركة الأسرة الدبلوماسية باتريكتشو الملحق الاقتصادي في السفارة الأميركية والسفير دكتور صالح الخروصي سفير سلطنة عمان والسفير صلاح المالكي سفير مملكة البحرين وسعادة السفير مطر النيادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة ترجمة نانسي قنقر